نحكي على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد نهارة السبت ونقام بزيارة غير معنى إلى ولاية سفيقس وتحاول لمنطقة باب الجبل بالمدينة العتقى بسفيقس ونطلع على وضعية عدد من المهجرين غير النظاميين من جنسيات دول إفريقيا جنوب السحراء وين قال نحن نتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الدولة وعلى سيادتها ومنق بلوش أن يتعامل معاملة سيئة نحن نحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الدولة وعلى سيادتها ولا نقبل بأن يعامل أي شخص معاملة غير إنسانية ونعمل على أن يكون كل من يفيد إلى تونس في وضعية قانونية هؤلاء ضحايا ضحايا نظام عالمي للأسف يتعامل معهم لا كذوات بشرية ولكن مجرد أرقام ولا يمكن أيضا أن نقوم بالدور الذي يفسح عنه البعض ويخفي البعض الآخر بأن نكون حراسا لدولهم لا الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا بناء على مقاييس إنسانية ولكن في ظل القانون في ظل قانون الدولة كنت مع عددا من الأفارقة ونحن أفارقة هم أشقاؤنا ونحترمهم ونؤثر على أنفسنا في بعض الأحيان وشعب التونسي يؤثر على نفسه في جائحة الكوفيد كانت هناك إحاطة كبيرة بهم من قبل الشباب التونسي هذا كلم رئيس الجمهورية وطالب سعيد بيش تكون أوضاع المهاجرين الغير النظاميين قانونية وشدد على ضرورة أن يحترم الجميع قوانين الدولة التونسية أكثر تصويرة يمكن دارت على مواقع تواصل اجتماعي صورة رئيس الجمهورية قيس سعيد مع البيبي كان شفتها ودرت برشا في صفحات تونسية التعليق كانت هكا برافو سيد الرئيس هذه رسالة مضمونة الوصول فما اللي كتب اتصاليا سيد الرئيس انجح فما اللي قال شكون ما زال يتكلم بعد هذه الزيارة وبعد هذه السور وفما اللي تسائل وقال علاش مش من لول سيد الرئيس رانت فدينا برشا مشاكل هاتم هو معناها اللي يستبق كمشين هار سبت يستبق اللي بش يسير هلا حد يستبق التعليق اللي معناها اللي بش تتقال في ما يخص أي كور خطر أي كور بش يصير بش يقوله سوفى تونس أصبحت حال حارس معناها حارس الضفة الغر الجنوبية اللي البحر الأبيض المتوسط اتصاليا ايه معناها سامخ شي بوغ سغطاء لكن ما ننسوش اللي البيان وكل التصريح اللي التوى قاعد ذريموي قاسي فيه الرئيس حكيت الجران روبالاسمون اللي البيان اللي هبطت الشديد الحدة تقول بتاتر وقتها كانت ظروف أخرى في إطار آخر في سياق آخر لكن فما الزيارة هذية ثمانين في المئة مخاصة الاتحاد الروبي واللوفد اللي بش يجيه لنكون حراس الدولة معناها مهمة كونه أولوية متاعنا هي دولتنا وزيدة معناها فما الجانب الإنساني اللي يجب نحترموه يمكن معناها يستبق زيدة قال عليهم الأفريق أخواتنا قال عليهم ضحايا مكينة عالمية تستعملهم وتراهم كأرقام مجرد أرقام عنده الحق في هذية معناها نحنا كيبدأ هو عنده الحق نقوله عنده الحق نحنا بيدنا نقولوها هذا هو زد العالم قاد يتغير تفقير أفريقيا معناها ريتو أخذر نحنا بعد ساعات نقولوها رواندا ونجزتها وأثيوبيا كل شيء لكن مساكن معناها الدول هذية حتى كيبدأ هاكا يحاول يخرج من المستنقع ديما يعافصوا عليه وديما يرجعون للأخباس رواندا ونطروتر رواندا شنوى الثمن قطعة طرق وأميل وأميل ثمن باهض دفعته رواندا محمود البرودي يلا سيون تريبون مانوفر اللي عملوا رئيس الجمهورية لأنه هذي عم في السياسة نجمو نختلفوا معها في المسائل العديد المسائل الأخرى ولكن في المسائلة هذه سيون مانوفر بوليتيك صحيحة جيت في وقتها ليلة قبل زيارة أرسول فاندرلاين يمشي ويهبط لسفاقس بشي قول ريتهم الافارقة ذوكا روانا بشي تلهم اليوم في سفاقس روانا سيهل برشا سيبهم عليكم معناتها سيهل العملية يسوفي حرص الحدود في سفاقس ولا ملشيرة قارقنا ولا ملأي ساحل من السواحل الجمهورية نجم نسيبهم أتوم مو وي نجمو يغزاو الجنوب شمال البحر العبيد المتوسط دونك اليوم الرسالة ما نجم جيكون زيدا اللي تم أنت الافارقة الموجودين في تونس تيلي سامحني عندو قداية عندو بتوى الحكاية أربعة وخمسة سنين موجودين هما هكاية والتدفق رئيس الجمهورية مشاه اختار التوقيت بش يمشي ليلة الزيارة بش تكون رسالة خلينا أقولو موزدوجة يا سيدي ديما نقرأوا حسن النيه رسالة مزدوجة للأفارقة وكذلك للرسالة بدنا بعثوا فيها المسؤولين للاتحاد الأوروبي رأوا هذوك موجودين عنا أحنا مسؤولين على سلامتهم ولكن إذا ما كمش تعاملوا معنا بطريقة إيجابية رأنا أحنا نجم نسيبهم اتساليا نجح الرئيس نجح وخاصة في تصريح وزيدا أربعة وشري ساعة وقت اللي يقول تونس ماهاش حرس حدود الاتحاد الأوروبي اللي يتصوروا البعض أنه تونس بيش تلعب الدور هذا رأوا غالب هذي ما تطلع في عملية المفاوضات رفع من الثمن اللي ممكن تقرضوا تونس في هالمسألة ذيته نرجعهم بعد على البيان نرجع على البيان والثلاثي القيادية في الاتحاد الأوروبي اللي احذر في تونس في الوكاد نحكيه بعد شوي زادة على الكورة بقيادة الأخبار وقعدوا معنا نهود بعد الفاصل